طيب يعني احنا متفقين ان لو ريال مادريد خسر مباراة النهاردة هيبقى موقفه صعب جدا في المجموعة وهيبقى حاجة مش بنشوفها كتير ان ريال مادريد يبقى في الموقف ده في دور المجموعات في الشامبينز ليج شايف ان ده ممكن يقول ان احنا هيبقى لازم ندخلين على فترة زي البرشلونة دخلت عليها لازم يكون فيه تغيير بقى جزري في الفريق من ناحية اللاعبين او مدير فني ولا ده مش ممكن يحصل هو طبعا كله هيتحدد نخلي بالنا برضو فيه حاجة مهمة جدا مع فترة الكورونا واللعب بدون جماهير تلاشت الفوارق بشكل كبير يعني دلوقتي ريال مادريد لما يلعب في اسبانيا بدون جماهيره دلوقتي بقى يتجرق عليه اي فريق نشوف ان هو حتى في الدوري الاسباني فيه مباريات عادة منها بصعوبة كبيرة جدا كذلك نفس الوضع ان ازمة الكورونا قدت لازمات اقتصادية كبيرة جدا ما شوفناش الصفقات القوية اللي احنا بنشوفها مع كل سوق انتقالات كان فيه كلام كتير عن البابي راح رايا المادريد نمار راح كرشلونة طبعا مع الازمات الاقتصادية الكبيرة جدا لا ده احنا لقينا فرق بتتخلى عن بعض النجوم عشان تعمل توازن مالي واقتصادي في الميزانيات بتاعتها كل دي عوامل مؤسرة بشكل كبير اعتقد الموسم مليان من تقلبات كتير جدا حتى يعني مفيش فريق كبير مستوى ثابت احنا شوفنا ليفاربول في الدوري مغلوب سبعة ليفاربول هو بطل اوروبا وكان بطل الدوري انجليزي سنة الفاتف مغلوب سبعة من اسطرون فيلا اللي فريق اللي كان قاعد بمعاجزة في الدوري انجليزي سنة الفاتف شايف ازاي مباراة ليفاربول واتالانتا النهاردة برضو عامل الخبرة يصب في صارح ليفاربول بشكل كبير لو من اتالانتا مقدم عروض قوية وعنده قوة هجومية كبيرة فريق بيمتاز بالغزارة التهنفية لكن هو فريق برضو قليل الخبرة الخبرة عامل مهم جدا يا صالح في البطلات الكبيرة يعني ليفاربول زي الكلام اللي احنا قلناه على ريال مدريد نتكلم عن ليفاربول هو بطل الدوري الانجليزي اي نعم طبعا هيتأثر الموسم بتاعه شك كبير جدا بإصابة فيرجل فان دايك انه برضو عنصر كبير جدا من عنصر مهم وكان عنصر من العناصر المؤسرة سواء في فوز ريال مدريد بدوري الابطال في 2019 او فوزه بالدوري الانجليزي في 2020 فدي برضو كانت ضربة قوية جدا الكورونا غيرت الخريطة غيرت الملامح غيرت موازين القوة وخلت زي ما نقول الفرق الكبيرة بقت سلاح الجمهور ما عندها مبقاش موجود عايزة روح معك كمان يا محمود لبرشلونا سريعا برضو النهاردة رئيس النادي المؤقت قال في تصريح يعني بيحمل رسالة ضمنية لماسي انه مش بيستثني حد من تخفيض الرواتب شايف الرسالة دي غراضها ايه ممكن توصل لماسي ازاي؟ ده اللي احنا بنقول ان فترة الكورونا يعني اصرت بشكل كبير احنا حقنا شوفنا سفاقات في برشلونا كانت الاغراض اقتصادية اكتر منها فنية يعني رحيل لويس سوارز رحيل بيدال كان من ضمن اللعيبة اللي مرتبتها عالية جدا دي طبعا رسالة ان الازمة ما زالت مستمرة الازمة ما زالت مستمرة ازا برضو برشلونا الموسم اللي جاي او الصيف اللي جاي هل هيقدر يعمل مشروع جديد يدوم صفاقات جديدة ان الفريق برضو ما زال بحاجة صفاقات رغم ان فيه نجوم من العيار التقيل باسعار مبالغ فلاكية زي جريزمان زي كوتينيو زي ديمبلي اسعارهم تجاوزت حوالي نص مليار تقريبا نص مليار يوروب التلات اللعيبة دول بالذات لكن في نفس الوقت هم مش الاضافة القوية يعني لا برشلونا استفاد من جريزمان حتى الان ولا ديمبلي وكوتينيو على خط يعني يمشي على خط ويسيب خط وهيه للسنة اللي فاتت لباير بيونيخ فاذا ده مؤشر خطر ان برشلونا لسه ما عندهوش القوة المالية الكافية ان هو يبني فريق جديد في موسم الانتقالات احنا شفناه موسم الانتقالات اللي هو الاخير جايب ترينكا وبيدري كلها لعيبة صغيرة في السن ودست برضو ده لعيبة صغيرة في السن كلهم لعيبة تقريبا في معدل من 18 سنة ل22 سنة أو 23 سنة فده برضو مؤشر كبير جدا انه ممكن ميسي يرحل عن برشلونا ميسي لو تكرر الموسم الكارسي اللي فات طبعا الكسارة القصية للدباي منيخ بـ 8-2 لو تكرر موسم ده وخرج برشلونا خليه الفضاء اعتقد ان ميسي مش هيكمل مع برشلونا بالشكل ده ادارة برشلونا مش هتقدر توفيله الراتب الضخم اللي هو بيتقضاء فإذا ده برضو مؤشر من ميسي يرحل في أي وقت إلا إذا برشلونا حقق إنجاز سواء فاس بالدوري أو جدوري أبطال أوروبا ممكن ساعتها ميسي يضفضى وممكن للاقيه بيوافق كمان على تخفيض راتب وأنا بالتفق معاك طبعا بشكرك شكرا جزيلا النقد رياضي بجريدة الشروق محمود باهي زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان مباراة مهمة جدا